الجزء الأول كيف ينا نتعامل مع الفكر السلمي؟ كتير صعب عليه الإنسان، علينا كلنا أنه نكون هاديين، إيجابيين، مرتحين مع نفسنا ومع العالم حولنا كل الوقت خاصة بهالأيام، كل شيء بده انتباهنا وكل شيء بيقدر يسرق هدوءنا السوشال ميديا، الأخبار، الفيديوهاب، تدفق المعلومات كله بيخلي أفكارنا وذهننا ملبد مثل السماء الملبدي بالغام وبيخلونا نحس بالضغط، نحس بالضغط من كل الجهات نفقد تركيزنا ومنفقد إدرتنا على التفكير الواضح والهدوء والسلام مرات كتير كمان منكون تربينا ببيوت فيها عنف، فيها التوتر دائم، فيها ضغط دائم، فيها تفكك، فيها مشاكل عائلية ما فيها سلام، ما فيها سلوك محبة بين الأهل هذا كمان بيخلق جواتنا اضطراب وقلق وبيخلينا دايما خايفين ودايما منتظرين الأسوأ لما منعيش بأجواء سلبية منصير كمان نقضي وقت كتير جوات راسنا بأفكارنا كل الوقت مشغولين بأفكارنا قلقانين على المستقبل أو عم نعيد شريط أحداث الماضي ومنركز دايما بشكل خاص على الأجزاء يلي بتخلق فينا قلق وعدم راحة منركز على الأفكار السلبية شو هو التفكير السلبي؟ التفكير السلبي هو بالحقيقة صرخة احتياج للمساعدة حتى الإنسان يشعر بالاحترام، حتى يشعر بالحب، وحتى يشعر بالسيطرة، ولسيما السيطرة على أمور حياته حتى أعظم المؤمنين تفكير ومشاعر بتصير سلبي لما يحسوا حال متركين مش قادرين يسيطروا على الإشياء بحياتهم قرح أمام المرنمين بيقول للرب ترنيمي فلتأتي قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى صراخي لأنه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت حسبته مثل المنحدرين إلى الجب، صرته كرجل لا قوة له هيدا التشاؤم والخوف والحزن والشعور أنه أنا صرت قريب للموت وما عندي ولا أي قوة هني صرخة، هني صرخة تقرح، هني صرختنا حتى نشعر بالسلام، حتى نشعر بالحب، حتى نشعر أنه إلنا إيمي أنه إحنا قدرين نسيطر على أمور حياتنا، مش كل حياتنا فوضى ومش قدرين نسيطر عليها البقاء بالأفكار السلبية بيأثر علينا، بيأثر على نسبة زكائنا لأن ما بيكون عنا وقت لن نكون عم نفكر براحتنا ونكتشف الأشياء ونحلل ونوصل للنتائج الصحيحة بيأثر على صحتنا وبيصير عائق قدام مصادرنا الاجتماعية يعني المعونية اللي الله بيعطينا إياها بالآخرين، بالفرص ما بنعود نقدر نشوفهم، ما بنعود نقدر نشوف الناس ولا الفرص لما بنكون سلبيين كل الوقت التفكير السلبي كل الوقت بيخلي خزان النعمة يلي بنكتكل عليه بالوقت الصعب فارغ ما عنا شي بخزان النعمة فارغ المشاعر السلبية إلها بالأساس دور كتير مهم بحياتنا مثل الحزن واليأس والكآبة هني أول خط دفاع ضد أي تهديد خارجي لكن مش بس بيشيروا إنه فيه خسارة يمكن نتعرض له لما بيزيدوا بيخلونا ما يعود عنا حماس ما عنا حماس ننخرط بأي شي حولنا بيخلونا نستسلم لما هايدي المشاعر بتزيد، المشاعر السلبية بتخلينا نستسلم مرات المشاعر السلبية لما بتزيد بتوصلنا للانتحار القلق والخوف هني تحذير لإلنا إنه فيه خطر بيحضرونا إما نهرب من الخطر أو نواجه الخطر ندافع عن نفسنا أو ندخل بمفاوضات حتى نقدر نتخلص من الموقف الغضب يلي هو شعور سلبي لكن بيدلنا إنه فيه تعدي فيه تجاوز لحدودنا وهيدا بيخلينا نتحضر حتى ربما نهاجم يلي عم يعتدي علينا حتى نرجع العدالة لمطرحها الخطر والخسارة والتعدي هيدا الإشياء كلها منحس إنه بتهدد وجودنا لهيك المشاعر السلبية بتأثر فينا بشكل كتير كبير يمكن ما فينا نتخلى عن هيدا المشاعر عن شعورنا بالحزن أو الخوف أو الألأ ما فينا نتخلى عنه بسرعة لكن فينا نتعلم نركز كمان على مصادر القوة جواتنا محبة الله أمانة موعيد الله إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي هيدا مركز دفاع جواتي قوة داخلية اتكل عليها لما أفكاري بتصير صعبة نركز على قيامنا شو هي قيامنا؟ الرجاء الشجاعة الثقة على الفضائل يلي جواتنا على الحب على الخير هيدا كلها مصادر قوة ودفاع خط دفاع جواتنا لما الأفكار السلبية بتوقف بوجنا بشكل عملي حتى نتخلص من التفكير السلبي أول شي لازم نتدرب أنه نتعرف على طبيعة أفكارنا مثلا على الأفكار المشوهة كلنا عنا أفكار مشوهة مرات فينا نقنع حالنا بإشياء منا صحيحة ومننتقل فجأة للتفكير التشاؤمي والسلبي مثلا تليفون بيرن بالليل هيدا أنا أول شي بفكر في حدا من عائلتي صار له شي ولا مرة منفكر أنه تليفون دق بالغلط دايما منجمع الظروف السلبية ومنطلع بنتيجة سلبية ومنقنع حالنا مثلا أنه أنا مش زكي مثل غيري بقنع نفسي أنا مثلا أنه ما حدا بيحبني لكن على أي أساس أنا عملت هيدا الفكرة المشوهة هيدا الفكرة يلي منا صحيحة نتعلم نتحدى هيدا الأفكار ونرفضها في ناس بتحبني في ناس ربما ما بتحبني هيدا شي طبيعي لكن أنا بيستحق الحب أنا بيستحق الاحترام رح أتمسك بهيدا الاستحقاء رح أتعامل مع نفسي على هيدا الأساس هايك بكسر طريقة التفكير السلبي لأفكار المشوهة امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن تاني شي نتخلى عن طريقة التفكير يلي بتقسم الحياة كلها لأبيض وأسود كل المواقف لأبيض وأسود كل الناس أبيض وأسود كأنه ما في حل وسط تالت شي ما ناخد الأمور بشكل شخصي شو ما صار غلطتنا مثلا حدا ما بتسملك اليوم أكيد أنت عامل شي غلط مش مثلا لأنه الشخص نهار وسيء ومزاجه ما إله علاقة فيك ننتبه كمان كيف منعمل فلتر على الأمور كيف منفرز الأمور بأي عدسة عم نتطلح حتى نفرزه ما نشوف الأشياء بس السلبية وما نتبهها أنه نحن منشوف الغلط والسلبية قبل أي شي تاني هيدا ما أنه دليل قوي هيدا تفكير دي وديان تفكير إداني بالنهاية ما بيعود فينا نقبل أي شي ومنخلق توطر حولنا كل الوقت والناس دايما بيشعروا بيروح الانتقاد يلي فينا ونحن نفسنا منظل موترين كل الوقت نتدرب كمان ما نفكر بشكل كارثي يعني كأنه دايما النتيجة رح تكون كارثية أنه الأسوأ النتيجة رح تكون أسوأ شي ممكن نتوقعه كارثية مثلا الطبيبي بيطلب فحوصات دغري ما نفكر أنه حالتنا خطيرة وكارثية نتعلم نترك مطرح للرجاء ومطرح للخير مطرح أنه الحياة تفاجئنا الله يفاجئنا ونقبل أنه الخير موجود نفصل نفسنا عن الأفكار السلبية ما نبقى بالمحل نفسه كل نهار مركزين على نفس الفكرة ونفس الأحاسيس ونفس المشاعر وما نقدر نطلع منهم نضل نعيد ونكرر فينا نفكر بالفكرة خمس دقايق لكن بعدين نتركها ونروح لبقية يومنا ربما تكون بالأول هيدا التدريب صعب شوي لكن فينا نتدرب أنه نترك هيدا المشاعر مشاعر المرارة، مشاعر النفور، مشاعر الكره، مشاعر الغضب نتركها ونرجع نفتش على الأشياء يلي بتساعدنا أنه نمشي بالنهارنا بشكل طبيعي نتخلى عن الإدانة والأحكام بواعي وبيلا وعي نحنا منظل نحكم على نفسنا وعلى الناس إذا ما عم نحكي بأفكارنا عم ندين كم أحد منا بيشعر بالخجل إذا كل أفكارنا فجأة تنكشف قدام الناس الناس بدل ما يشوفونا مبارا بيقدروا يشوفوا عائلنا وكل فكرة فيه نخجل من حال فيه أوقات ونحنا عم نوافق مع حدا أو عم نشجعه ونكون عم ننتقده وعم ندينه وعم نتوقع له الفشل ونحنا عم نشجعه لما منتخلى عن الإدانة بالتحنن والتعاطف بالقبول بالتواضع لما منعيش باللحظة اللي نحنا فيها من دون ما نقارن نفسنا بحدا ولا نحكم على حدا فيه عنا شعور بالفرح عنا شعور بالسلام نتعلم إنه نرأي بردات فعلنا على الأمور ونتخلى عنها شي تاني فينا نعمله لما منلاحظ نفسنا إنه عم ندين بشكل سلبي إذا عم ندين شخص أنا بشكل كتير سلبي فاتش عن الأشياء الإيجابية اللي بالشخص ما فيه إنسان إلا ما فيه إشياء كتير حلوة فضائل أمور جيدة بدل ما ننتقد مثلا إنه شخص منه منظم منه مرتب نشوف إنه شخص مثلا يمكن يكون متواضع ولطيف عنده كتير من اللطف والبساطة بحياته هاي دي أشياء إيجابية نتعلم دايما كمان نشكر ونكون ممتنين هيدا الشكر والإمتنان بيساعدونا لحتى اللي نتخلص من التفكير السلبي كل الوقت نركز على نقاط قوتنا مثل ما الدفاعات القوة الداخلية اللي بتخدمنا بالأوقات الصعبة كلمة تعودنا نركز على قوتنا وما نركز على أخطاءنا يلي اعملناها بيصير أسهل إنه تكون أفكارنا إيجابية بيصير فينا نتخطى السلبيات بالأساس الروح يلي الله حط فينا هو روح قوي روح محبي روح خير روح توقع روح رجاء لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح نطلب من الرب أنه يخلينا دايما منتبهين لهيد الحصون الدفاعات يلي جواتنا حتى نهدم كل الأفكار السلبية ونعيش حياتنا بسلام بحسب فكر الله شكرا شكرا شكرا